يعطيكم العافية الشيخ سلطان كيف الحال؟ أيك الله عافية كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ لقاءات سابقة جمعتنا في الاستيديو لكن الآن الكل مطالب أن يكون في الميدان الكل في الميدان الحمد لله رب العالمين ابناء أمان كلهم جزاهم الله خير جهودهم متضافرة من شمال أمان إلى جنوبها من أدناها إلى أقصاها فهذه خسرة حميدة في الأمانيين وهذا ديدا من أمانيين كنا نتحدث ليلة البارحة عن حملة تطوع وجدناها اليوم ملحمة ملحمة وطنية تثبت وتؤكد ما زرعه المغفول لسلطان قابوس طيب الله أثره هذا الشخص جرع بذرة حميدة في الأمانيين اليوم تنبت نبت حسن لله الحمد سلطان هيثن طول الله في أمره على نفس المسيرة الأمانيين يؤكدوا هذه خصال حميدة هذه صفحة حميدة الله سبحانه وتعالى لا يفرق ولا يحرمنا من هذه اللحمة والله 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 لو لا هذه اللحمة لكنا في معالى أنا أحلم وأدركنا الحكومة قيمة بدورة لكن جهود الحكومة لا تستطيع إلا بهذه اللحمة وهذا التكامل بالوطن الأماني من الصغير والكبير وأيضا حتى الوافدين المقيمين على أرض أمان أيضا مساهمين فلله الحمد والشكر شخص سلطان ما هي الأولويات الآن؟ فرق العمل ستتوزع لتقديم أي نوع من الإسناد حاليا كأولوية؟ شوف أنا أعتقد اللي صار في الفترة الماضية مسألة إيصال المؤمن للناس كانت أولوية فتح الطرق وعادة الخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات كانت أولوية اليوم الأولوية اللي أراها لا بد أن تكون على أرض الواقع أن الناس تأود إلى منازلها وتستقروا ولكي تأود الناس إلى منازلها وتستقر الفرق التطوعية الآن التي تعمل في الخابورة في كل مناطقها تقوم بتنظيف هذه المنازل ينبغي الآن تكون الخطة محكمة من وزارة التنمية والفرق المشتغلة على هذا الجانب المنازل اللي ما يتوفر فيها فرش يوفرون لهم الفرش تالي الموضوع الألوات الكهربائية الممكنة ومن ثم موضوع التغذية وأنا أعتقد لو أوجدت الخطة بهذا التسلسل وبهذا النظام وبالتنظيم أعتقد أن الأمانيين أو أهل الخابورة التحديد خلنا نقول مع كل الاحترام للأخوان اللي نشعر فيهم في الولايات الأخرى بيبدأوا يعودوا لحياتهم تدريجية شيئا بشيئا بإذن الله تعالى اليوم كل دقيقة ثمينة لذا ما نعط لك أكثر عن كذا شكرا جزيلا لجهودكم ودوركم البارز الله يحفظكم وإلا يحفظ أمان يا رب شكرا جزيلا لجهودكم وإلا يحفظ أمان يا رب